اشتركوا في القناة القمر ما زال موجود في العدراء لغاية ساعات الظهر رح يكون اليوم متواجد في منزلتين لغاية ساعات الظهر رح يكون من الآن لساعات الظهر في منزلة السماك الأعزل وهي لصلح والدواء والضرر والتصليح أما بعد ساعة الظهر بصير القمر في منزلة الغفر وهي للكنوز والضفر والمنعة والتفريق والمشاكل والنفي أما بالنسبة للزوايا الفلكية فمن بعد الحلقة في زوايا ذكرناها احنا بالأمس ولكن تيجي بعد بث حلقتنا ساعة عند غروب الشمس هي زاوية تقابل سلبية بين القمر ونبتون رح تكون في تمام الساعة خمس وخمستعشر دقيقة مساء ابتجعل بعض الأشخاص يجنحوا إلى العيش في عالم وهمي من نسج خيالهم بعيد عن الواقع وبتجعلنا غير عمليين في تصرفاتنا وبنعتمد في مشاعرنا على مشاعر الآخرين أما بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبلوتو رح تكون في تمام الساعة تسعة وسبعة واربعين دقيقة مساء بتوقيت جرينيش بتعزز قدرتنا على السيطرة على مشاعرنا وأفكارنا وبنتمكن من الغوص عميقا في نفوسنا وإحداث التغييرات المطلوبة أما بالنسبة للزاوية التي تتشكل صباحا وهي آخر زاوية وهذا اليوم هي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وزحل رح تكون في تمام الساعة ثلاثة وستة وثلاثين دقيقة صباحا بنصبح أكثر قدرة على تنظيم شؤوننا بشكل فاعل وبتعزز لدينا الحسب المسئولية بعد هذه الزاوية مباشرة يعني بعد الساعة ثلاثة وستة وثلاثين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيش وحتى تمام الساعة تسعة وخمسة عشر دقيقة ظهرا بصير في عنا خلو المسار وهذا يعني أن الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار يعني بمعنى آخر أن القمر رح يكون الساعة تسعة وخمسة عشر دقيقة في برج الميزان ظهرا وهاي الفترة إحنا منصير نشعر أنه أفضل فترة عاطفية لتعزيز أو صار علاقة عاطفية مع الحبيب أو تحسين علاقة زوجية نالها بعض التوتر منكون اجتماعيين أكثر ومنميل للإسترخاء يجد الغرام متنفس لدى العشاق ولكن ممكن تلعب الغير دور في علاقة لسه ما استقرت بعد في هذه الفترة منجد في أعمالنا الفنية أو منجتهد ومننجح في أعمالنا الفنية وبوسعنا القيام بمشروع مشترك يمكننا أيضا إقامة حفلة وإعادة تزيين البيت أو المكتب أو اقتناء حاجية جميلة طبعا بما أن القمر رح يكون موجود في الميزان معناة خلو المسار القادم رح يكون يوم 23 ثمانية رح يكون في تمام الساعة 14 دقيقة صباحا وحتى تمام الساعة 10 و 15 دقيقة ظهرا بعدها بنتقل القمر للعقرب أما بالنسبة لعمر القمر القمر الجديد ثلاث أيام في تمام الساعة 25 و 23 دقيقة صباحا بصير أربع أيام نسبة الإضاءة ما بين 10 و 12 في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الأسد لغاية يوم غد له لغاية يوم 22 ثمانية المزاج سعيد القمر في العذراء ورح ينتقل الميزان حكينا في ساعات الظهر ورح يستمر فيه لغاية يوم 23 ثمانية المزاج سعيد لغاية ساعات المغرب تقريبا بعدين بصير منتحس عطارد في العذراء حتى يوم 5-9 المزاج سعيد الزهرة في السرطان حتى يوم 6-9 المزاج سعيد المريخ في الحمل حتى يوم 9-9 بعدين ببدأ عملية التراجع مزاجه يعني اليوم بميل نحوس شوي المشتري في الجدي بيتراجع حتى يوم 12-9 مزاجه منتحس زحل في الجدي حتى يعني هو بيتراجع حتى يوم 29-9 مزاجه منتحس أورانوس في الثور بيتراجع حتى يوم 14-1-2021 مزاجه منتحس نبت في الحوت بيتراجع حتى يوم 29-11 مزاجه منتحس وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل طبعا أنتوا الآن بدأتوا مرحلة شوي فيها نوع من أنواع الضغط لأنه الآن القمر يعني بده ينتقل هو موجود في البيت السادس وبده ينتقل للبيت السابع وهي الفترة بتضعف الطاقة عند موليد برج الحمل فعشان هيك بصير عندهم تشتت بالفكر بصير عندهم حساسية عالية بصير فيه وهم أو تعب أو شعور بالتعب أو ممكن شوي تكون صحتهم بحاجة للرعاية أكثر أهم إش أنهم يحافظوا على نفسيتهم وما يسمحوا لتأثيرات المريخنا تأثر عليهم لأنه شوي بتخلي المزاج يصير عصبي ولهم ردات فعل عصبية فشوي بدهم يضبطوا أعصابهم وما فيه داعي للتهور أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء تقريبا متقلبة خلال هذا اليوم على المستوى المالي فبتلاقي من الآن يعني فيه نشاط على الأمور المالية أو التفكير في بعض الأمور المالية ممكن تظهر بعض المسائل اللي شوية تكون مربكة أو أنه شوية أحداث مالية هيك أو مصاريف أو دفعات أو قلق مالي من وضع معين ممكن التزامات زيادة تكون أو التفكير فيه مخرج له علاقة بالوضع المالي أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء تقريبا منقدر نحكي إنها جيدة وخصوصا من ساعات الصباح بتصير أحسن على مستوى النشاط بالاتصالات والحوارات والتنقلات حتى على مستوى الدراسي والاستيعاب حتى على مستوى أمور أو اهتمام بوسائل النقل أو السيارات أو التلفونات مثلا القدرة على الإقناع بتكون عالية وسرعة البديهة مع ساعات الصباح بتصير أعلى حتى الحدث عندهم بكون قوي أكثر أما بالنسبة للبيت الرابع فطبعا من الآن لغاية ساعات الصباح بظل في بعض الاهتمامات لبعض المسائل اللي إلها علاقة في البيت أو في العائلة أو في وضع معين منزلي مثلا ممكن الاهتمام بمصاريف أو أعطال أو ترتيبات أو تصليحات أو اهتمامات بيتية ولكن من ساعات الصباح شوي الأجواء بتختلف أو بصير فيه نوع من أنواع الفتور أو الإبتعاد أو الإحجام عن بعض المسائل اللي إلها علاقة في البيت ممكن تظهر بعض مسألة عائلية مقلقة أو تقلق بشأن أحد أفراد العائلة أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء تقريبا منقدر نحكي إنه الأجواء شوي فيها نوع من أنواع الإيجابية خصوصا من ساعات الصباح الأجواء العاطفية بتصير أحسن وبرضو رغبتك للتقرب من الأحبة بتصير أحسن وممكن يصير فيه نوع من أنواع التواصل أو التفاهم أو التعامل ما بينك وبين أحد الأبناء أو أحد الوالدين أو اجتماع بجمع ما بينك وبين الأحبة أما بالنسبة للبيت السادس فزي ما حكينا إنه القمر موجود فعشان هيك منقول لكم موجود لغاية ساعة الصباح عندكم في البيت السادس فعشان هيك منقول واصلوا عمل بدأتم فيه من قبل وما تبادروا لعمل جديد وما تهملوا صحتكم في ساعات الصباح القمر بصير في البيت السابع فبترغبوا في تعزيز شركاتكم ممكن تتعقد الأمور وتطرأ بعض البلبلة عالج الالتباسات وسوء التفاهم بموضوعية وحاذر القطيعة والدعاوة القانونية تدير بالك من أي مشادات أو أي خصام لأنه اليوم عدوك أقوى منك يعني عدوك اليوم أو أي شخص بدك تناقشه اعرف إنه هو أقوى منك بالطرح أو حتى بالحجة الفترة هاي فيها شوية عرقيل وشوية أمور ممكن إنها تستفزك أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء برضو زي ما حكينا أنه أنت لغاية ساعة الصباح بيظل لك اهتمامات مالية أو أمور إلها علاقة بالقروض أو الديون أو الميراث أو سداد بعض الأموال اللي بتعود لك أو محاسبة أشخاص أو محاسبة نفسك على بعض الالتزامات أو الأوراق الحسابية أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء تقريبا روتينية على مستوى الاتصالات البعيدة والحوارات لغاية ساعات الصباح من ساعات الصباح بتنشط باتصالاتك وحواراتك وممكن ترغب بالتواصل مع أشخاص خارج البلاد أو الاهتمام بمسألة علمية أو دراسة أو بحث أو التفكير جاد بكون في مسألة إلها علاقة بأخذ دورة معينة أو الاطلاع على مواضيع معينة فكرية أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء تقريبا ما زالت فيها نوع من أنواع الحدية على مستوى بيت السمعة فعلى أشان هيك من قلكوا لا تجازفوا لا تغامروا لا تدخلوا بأشياء مشبوهة ما في داعي لتشويه السمعة في الفترة هاي برضو على مستوى عملكوا على مستوى علاقتكم مع زملائك أو رأساك بالعمل بديوا تكونوا حذرين أما بالنسبة لبيتك 11 فالوضع طبيعي من ساعة الصباح ممكن تنشط بلقاء بعض الأصدقاء أو يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو تلاقي أو اتصالات أما بالنسبة لبيتك 12 فالأجواء تقريبا يعني فيها أشياء ممكن توترك بسبب نبت صحيح أنه إيجابي ولكن برضو بنحكي لكم ديروا بالكم من الوسواس أو خصوصا على الصحة أو التشاؤمية في بعض المسائل وأمور إلها علاقة في بعض المسائل اللي إلها علاقة بالعمل أو علاقتكم مع أحد الأحبة برضو هاي الفترة ممكن إنها تجيب خبر يعني شوي مزعج أو إشي صحي بيتعلق في أحد الأحبة بتكون متوتر منه أو قلق عليه فعشان هيك ممكن تعطيه شوية اهتمام أو اهتمام زيادة مرج الثور طبعا بالنسبة للبيت الأول بتظل الأجواء جيدة بتظلك مدعوم بالحضوظ والطاقة والنشاط لغاية ساعات الصباح بكون عندك رغبة للتواصل أو لا إنجاز بعض الأمور أو الاهتمام بأشياء لها علاقة بالمجال الفني أو فنية أو ديكور أو تجميل أو أشياء من هذا القبيل ولكن من ساعات الظهر تقريبا الأجواء بتختلف تماما بصير الاهتمام أكثر لمسائل أو لا قلق معين من مسألة بتتعلق إما بالعمل أو تتعلق بالصحة أو بكون في عندك عمل كثير متراكم خلال هذا النهار فبرهقك شوي أو بوترك شوي أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء تقريبا منقدر نحكي أنه الأجواء تقريبا ممكن مع ساعات الصباح يعني صير فيه نوع من أنواع الاهتمام أكثر في المسائل المالية أو تنظر لوضع مالي معين أو لتحسين وضع مالي أو ترتيب وضع مالي بشكل بناسب وضعك أو بناسب طموحاتك الأهم أنك تبتعد عن المصاري في قدر الإمكان وما في داعي أنك تغامر أو تجازف في الأمور المالية أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء تقريبا جيدة وبتدعمك على مستوى الاتصالات والحوارات والتنقلات سرعة البديهة عندك عالية وبرضو بتعزز العلاقة ما بينك وبين بعض الأشخاص وبرضو بكون عندك قدرة على الإقناع وحركة داؤوبة ونشاط ولكن من ساعات الظهر شوي بتخف هذه القدرات عندك أو بتضعف شوي أو بتشعر بنوع من أنواع التردد أو التقلب أو الإنزعاج أو العصبية في بعض الأوقات حاول تشحن حالك بطاقة إيجابية قدر الإمكان وحاول أنك أنت تبعد عن الأمور اللي بتسبب توتر عصبي أو ضغط وانتبه أثناء حركتك وأثناء قيادتك للسيارة اللي عنده امتحان أو مقابل اليوم بده يركز بشكل جيد ويبتعد عن الحظوظ ويحاول أنه يستعد ويدرس يبل ما يدخل على هذا الموضوع أما بالنسبة لبيتك الرابع فالأجواء تقريبا يعني فيها نوع من أنواع الإيجابية على مستوى شيء العلاقة في البيت خصوصا من ساعات الظهر أو بتبلش الأمور من الصباح تتحسن الأجواء أو بتضغط يعني بتخف الضغط هذا اللي موجود عليك ممكن تنجز أعمال بيتية أو تظهر بعض المسائل اللي بتطلب منك اهتمام أكثر إلا علاقة في البيت أو إشيه العلاقة في تجديد أو ترتيب أو ديكور أو تصليحات أو مشتريات بيتية أو مسألة عائلية شوي بتطلب حضورك وبتطلب تدخلك أو إنك تقدر تنجز فيها بعض الأمور أما بالنسبة للبيت الخامس فطبعا القمر موجود فيه لغاية ساعات الظهر فبوسعكم قضاء وقت ممتع مع أحباكم أو تعزيز علاقة ما بينك وبينهم أو التواصل معهم أو لقاء أو فرحة مثلا أو حفلة أو أشياء من هذا القبيل ولكن من ساعات الظهر بتراكم العمل عندكم شوي عشان هيك بتكن تنتبهوا بشكل جيد لصحتكم بتتزامن الواجبات وبتصعب وممكن تضطر للعمل وقت إضافي أهم إش إنك تحاذر من المشاكل الصحية أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء تقريبا نقدر نحكي إنها روتينية بطريقة التعامل ما بينك وبين شركاءك يعني خصوصا ما بينك وبين الأزواج صحيح أن الأجواء فيها نوع من أنواع الضغط وخصوصا مع ساعات الظهر بزيد هذا الضغط شوي أو توتر أو قلق أو انفعال بسبب القرارات المرتجلة من الزوج فهذا ممكن يسبب لك شوي التوتر أو عصبية أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء تقريبا نقدر نحكي إنها يعني روتينية على مستوى الأموال المشتركة يعني ما فيه أي شيء جديد بتهتم بالمسائل المالية على حسب طبيعتك وعلى حسب عملك ممكن تهتم ببعض المصاريف اللي إلها علاقة إما بالبيت أو بالأمور الاستشفائية أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء ما زالت ضاغطة على مستوى أمور إلها علاقة بالسفر أو بالاتصالات البعيدة أو بالتواصل مع أجانب أو بأمور أنت مشتريها مثلا من خارج البلاد بتنتظرها توصلك بالبريد ممكن أن يصير فيها بعض المشاكل أو الأعطال ممكن تهتم بأوراق قانونية أو معاملات أو إشي حكومي هيك فشوي تنضغط فيه أما بالنسبة لبيتك العاشر فالأجواء على مستوى بيت السمعة جيدة ما في أي مشاكل يعني بتقدر تعمل وتنجز عمالك بشكل جيد ولكن زي ما حكينا من ساعات الظهر بدك تنتبه لصحتك أكثر وانتبه لعملك لأنه ممكن يتراكم أو يكون كثير فتشعر بالتعب أهم شيء أنك ما تتذمر على مسامع اللي حواليك أما بالنسبة لبيتك 11 فالأجواء جيدة وبتدعمك على مستوى علاقاتك وأصدقاءك فممكن اليوم يعني ماشي هي الأجواء متوترة وانت مضغوط من بعض الأصدقاء ولكن برضو الأجواء فيها نوع من أنواعي الإيجابية اللي بتقارب ما بينك وبين بعض الأصدقاء وممكن يتوجه لك دعوة أو حضور حفلة أو مناسبة أو إيشي له علاقة ما بينك وبين الأصدقاء ممكن يكون تعاون أو مشاركة حتى لو كانت معنوية أما بالنسبة لبيتك 12 فما زال الأجواء ضاغطة بالنسبة للمريخ اللي بيضغط عليك على البيت 12 براكم الأعمال أو بيضغطك بالعمل أو بيجيب لك مشاكل على مستوى العمل وبرضو بيجيب لبعض موليد برج الثور مشاكل صحية أو تقلبات صحية لها علاقة بآلام بالظهر بالأمعاء بالقولون هاي الشغلات بدهم ينتبهون لها بشكل جيد وبرضو على صحة أحد الأحبة مرج الجوزاء طبعا الأمور بتظل ضاغطة وبتحس بالتوتر أو القلق أو أنه أنت مزاجيا مش مرتاح فيه نوع من أنواع الارتباك عندك أو نوع من أنواع الحدية شوي هذا الإشي بسبب لك نوع من أنواع الارتباك أو التوتر حاول قدر الإمكان تشحن حالك بطاقة إيجابية وتبعد عن الضغوط قدر الإمكان لغاية ساعات الظهر بعدين الأجواء بتصير إيجابية ودعملة إلك بصير فيه عندك نفسية أحسن راحة أكثر ورغبة بالعاطفة أو بالحنان أو بالمحبة بتكون أكبر وأكبر أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء تقريبا اليوم تدعمك على المستوى المالي وممكن تحقق بعض المكاسب المالية اللي بتيجي من عمل إضافي أو مستردات أو هبات أو نوع من أنواع الدعم ممكن تحقق إنجازات أو تطوير وضع معين أو مشروع أو رد على شيء أنت سوقت له بالفترة الماضية أو عمل بتنهي وتأخذ مستحقاتك عليه أهم شيء أنك تقلل من المصاريف أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء تقريبا دعميتك على مستوى الحركة والنشاط وسرعة البديهة اليوم سرعة بديهتك أعلى وخصوصا كل ما اقتربنا لساعات الصباح بتصير أكثر قدرتك على التواصل والحوار بتصير أفضل بتقدر تضبط عصابك شوي وبتقدر تتحكم بإنفعالاتك وردات فعلك أكثر اللي عنده امتحان أو مقابلة اليوم رح يقدم بشكل جيد وممكن تهتمه بمسائل إلها علاقة بالتسويق أو الاتصالات أو السيارة أو تليفونات أما بالنسبة للبيت الرابع فطبعا القمر موجود لغاية ساعات الظهر أو قبل الظهر بشوي موجود في البيت الرابع فعشانيك بتكون تتجنب وإدخال أي تغيير على مسكنكم أو شراء قطعة أثاث للبيت أو أي مشاكل أو مشاحنات على مستوى البيت حاولوا تخلوها أجواء روتينية قدر الإمكان مع ساعات الصباح القمر بنتقل للبيت الخامس يعني بيت حليف لإلكم بتشتد رغبتكم في التقرب من أحبائكم والتفاهم معهم بتفيدك الاتصالات واللقاءات لطف الأجواء وأعد العلاقة لطبيعتها ممكن تنال ما بترغب وتنتصر على كل الاعتبارات ممكن تحل مسائل عالقة أو كانت مستحيلة هاي الفترة بتحمل أشياء إيجابية ودعملة إلك بقوة أما بالنسبة للبيت السادس فطبعا وضع العمل والصحة روتيني يعني بتنجز أعمالك بالشكل الروتيني ممكن يكون لك بعض الاهتمامات بمسائل عملية لغاية ساعات الظهر تقريبا تنجزها بالكامل بتحس بالراحة بعديها أنه خفت الأمور عليك وبرضه ممكن يكون فيه نوع من أنواع القلق أو الوسواس على الوضع الصحي حاول أنك ما تخليه سيطر عليك أما بالنسبة للبيت السابع على مستوى بيت الشراكي ما فيه أي شيء جديد يعني الأجواء تقريبا نقدر نحكي أنه فيها نوع من أنواع الإيجابية برضه ممكن أنه يعني تتراجع عن قرار سابق وخصوصا مع ساعات الظهر تحاول تبادر لمصالحة أو للتلاقي ما بينك وبين الشريك أو ما بينك وبين الزوج أو أنك تحاول تنهي مشكلة أو سوء تفاهم أو تتقرب بشكل مباشر من الشريك بالفترة يعني نوع من أنواع المرضى أو لإنهاء خلاف مثلا أو لتطوير العلاقة ما بينكم أما بالنسبة للبيت الثامن فطبعا الأجواء ما زالت فيها نوع من أنواع الضغط على مسائل الأموال المشتركة يعني الأموال اللي مش موجودة معك أو الأموال اللي فيه شريك فيها أو أموال الغير فعشان هيك ممكن تهتم ببعض المطالبات أو الاتصالات اللي إلها علاقة بوضع مالي طبعا إذا ما زبطت معك الأمور في الفترة الماضية من ساعات الظهر ممكن أنها تتيجي الأمور لصالحك لو بادرت في هذا الموضوع أو طالبت بحقوق لا إلك أو رتبت الوضع المالي ممكن تترتب معك المسائل بشكل جيد الفترة هي بتحمل نوع من أنواع القلق على الوضع المالي إما مصاريف بيتية أو مصاريف استشفائية أو أمور العلاقة بصحة أحد الأحبة أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء تقريبا روتينية على مستوى الاتصالات البعيدة والحوارات مع أشخاص خارج البلاد يعني تقريبا بتتحرك بشكل روتيني ولكن من ساعات الصباح يعني بيبلش في رغبة لا التواصل أو في خطتك أو جدولك بيكون إما دراسة أو بحث معين أو موضوع علمي معين أو تواصل على موضوع إلو علاقة بمؤسسات تعليمية أو أشخاص خارج البلاد تهتم فيهم وتتواصل معهم لمسألة ما أما بالنسبة للبيت العاشر فبالنسبة للبيت السمعة يعني الأجواء جيدة ممكن تنجز أعمالك بشكل جيد ولكن من ساعات الصباح اهتم بعملك واهتم بعلاقاتك ما بينك وبين زملائك ورؤسائك بالعمل وحاول تبتعد عن المشاكل قدر الإمكان أما بالنسبة لبيتك 11 فما زالت الأجواء بتحمل نوع من أنواع الاستياء على مستوى الأصدقاء طبعا هذا الاستياء رح يظل شوي لغاية ساعات الظهر ولكن من ساعات الظهر الأجواء بتصير أحسن ممكن تتواصل مع بعض الأصدقاء أو يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو لقاء أو زيارة أو اهتمام بمشاكل إلها علاقة بأحد الأصدقاء تحاول تساعده أو هو يبادر بمساعدتك أما بالنسبة لبيتك 12 طبعا أورانوس بيتراجع وهو حد بطباعه فعشان هيك بيحدث شغلات مفاجئة إلها علاقة إما بالعمل أو إلها علاقة بالصحة فبدك تنتبه من مسائل إلها علاقة بالعمل أو ظهور مشاكل بالعمل أو التباسات أو خلافات وبرضو على التقلبات على المستوى الصحي برج السرطان طبعا بالنسبة ل يعني النشاط بظل موجود عندكم لغاية ساعات الصباح الحيوية عالية نفسية مرتاحة عندكم ترتيبات مهمة بظل الأجواء فيها هيك شحن طاقي عالي جدا لغاية ساعات الظهر من ساعات الظهر بتكون تنتبهوا لأنه رح يصير فيه تقلب عندكم شوي الطاقة رح تضعف رح يحلم حلها شوي عصبية أو توتر أو قلق من مسائل معينة أو ردات فعل ممكن تكون سلبية أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء تقريبا مع ساعات الصباح بتصير إيجابية أكثر فممكن تحقق بعض الإنجازات اللي إلها علاقة بوضع مالي معين أو مكاسب أو أرباح أو تهتم في مسألة بتطور الوضع المالي أو بتساعدك في إنجاز بعض الأمور على الوضع المالي ممكن تهتم بمصاريف أو دفعات أو ترتيبات مالية معينة أهم إش إنك تبتعد عن التبذير قدر الإمكان أما بالنسبة للبيت الثالث فطبعا القمر موجود لغاية ساعات الظهر في بيتك الثالث يعني الأجواء الإيجابية بتكون دعميتك على مستوى ردات الفعل الفلسفة الأمور اللي إلها علاقة بالنقاشات الحوارات الامتحانات جيدة لغاية ساعات الظهر من ساعات الظهر يعني أو ما قبل الظهر يعني بنصحك أنا في شغل واحد اللي بدي يتقدم لامتحان بده يستعد بشكل جيد وما يعتمد على الحظوظ وبدكوا تنتبهوا لحركتكم وتنقلاتكم أما من ساعات الظهر تقريبا القمر رح ينتقل للبيت الرابع يعني زاوية تربيع معاكم مكان مش مناسب لإلكم فعشان هيك بتفضلوا التركيز حول مصالحكم البيتية والعائلية بوسعكم التفاهم وتعزيز العلاقة مع أفراد العائلة اتجنب توبيخ الأحباء أو لومهم ممكن تقلق بشأن مسألة عائلية أو شخصية واجه الأمر الواقع بمنطق وحاول إيجاد تسويات تحمي حقوقك لا تفرض رأيك فترة مناسبة للتنقلات وبرضو لا الاستثمار بس أهم شيء أنك تشاور أهل الاختصاص قبل ما توقع على شيء أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء على المستوى العاطفي تقريبا اليوم بتضعف شوي مع كل ما اقتربنا لساعات الصباح بحل محلها نوع من أنواع التوتر الحساسية ردات الفعل التقلب في المزاج القلق من مسائل معينة ممكن تتعلق إما بالحبيب أو تتعلق بأحد الأبناء أو أحد الوالدين شوي بدك ترتب أمورك بشكل جيد وابتعد عن الحساسية الزيادة والإنفعالات أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء تقريبا نقدر نحكي أنه فيها نوع من أنواع الإيجابية وكل ما اقتربنا لساعات الصباح ممكن تظهر لك بعض المسائل اللي إلها علاقة بالعمل أو إنجاز عمل معين ممكن تنشط بأكثر من تحرك أو دراسي أو بحث لعمل جديد أو مسألة إلها علاقة بعمل بين إيديك بتحاول أنك تنجزه أما بالنسبة للوضع الصحي فبدك تراقب وضعك الصحي من بعض التقلبات صحيح أنه اليوم الأجواء مع ساعات الصباح بتصير أفضل وعندك قدرة للاستشفاء الذاتي أو لإيجاد العلاج المناسب أما بالنسبة للبيت السابع ما زالت الأجواء بتحمل نوع من أنواع التوترات يعني بسبب الجديد فهذه التوترات اليوم ممكن تظهر وخصوصا من ساعات الظهر يصير فيه توتر أو قلق أو مواجهة أو حدية بالطباع أثناء التعامل مع الشريك أو الإنزعاج من القرارات الفردية اللي ممكن يتخذها أو يتجنبك مثلا أو يفقرض عليك أو يوجه لك صفة الأمر فهذا الإشي ممكن اليوم يسوي خلاف كبير أو ممكن يعرضك في مسألة فالأمور يعني تزيد عن حدها أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء تقريبا نقدر نحكي روتينية على مستوى اهتمامك بالأموال المشتركة يعني بتهتم فيها بطريقتك وطبيعتك وعلى حسب تكوينك ووضعك الاجتماعي ممكن يعني يكون لك بعض الاهتمامات بمسائل أو التفكير في مسائل إلها علاقة بالميراث أو أمور غيبية مثلا أو إلها علاقة بالمستردات المالية أو إشيئة علاقة بمال الشريك اللي هو مال الزوج أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء جيدة على مستوى الاتصالات والحوارات الخارجية ممكن تكثر عندك بعض الاتصالات أو الاهتمامات بأشخاص خارج البلاد وممكن تظهر بعض المسائل اللي إلها علاقة إما بامتحان أو دراسة أو دورة أو ثقافة أو نقاش حاد إلو علاقة بسياسة أو دين أو فلسفة بدك تنتبه على هاي الأمور واللي عنده امتحان جامعي بده يركز بشكل جيد ويبتعد عن الحضوض أما بالنسبة للبيت العاشر بيت السمعة ما زال المريخ بأثر بشكل سلبي فعشان هيك منرجع منحكي لكم ما في داعي للمجازفي ولا للمغامرة ولا لمخالفة القوانين وحاول إنك ما تشوه سمعتك بتصرف يعني يكون ارتجالي ويكون موراة تشويه سمعة برضو في مكان عملك حاول ما تدخل بخلافات ما تتسرع بقراراتك ما تدخل بمشاحنات ما بينك وبين زملائك أو رؤسائك بالعمل أما بالنسبة لبيتك 11 فتقريبا منقدر نحكي إنه الأجواء جيدة على مستوى بيت الصداقة فممكن اليوم تنشط بحركة العلاقة بالأصدقاء زيارة دعوة لا حضور حفلة أو مناسبة أو تلاقي مع الأصدقاء أما بالنسبة لبيتك 12 فالأجواء تقريبا روتينية ما في أي شيء بخوف ولكن ممكن إنها شوي تحملك بعض القلق اللي بتعلق إما بصحتك أو بصحة أحد الأحبة أو بزيارة لعيادة مريض مثلا أو اهتمام ببعض الأدوية برج الأسد طبعا بالنسبة للبيت الأول اليوم كل ما اقتربنا لساعات الصباح النفسية بتصير أحسن بتصير مشحون بطاقة أكثر عندك رغبة لإنجاز كثير من الأمور عندك رغبة للتحرك برضو للتحرر من أشياء أو من قيود أو من التزامات معينة بتصير اليوم ممكن تفكر في حالك أكثر بتكثر عندك اليوم النشاطات أو سرعة البديهة أو الحدث بشكل ملحوظ تماما وردات فعلك اليوم أنت خصوصا مع كل ما اقتربنا لساعات الظهر يعني بتقدر تضبطها أكثر أما بالنسبة للبيت الثاني فطبعا لغاية ساعات الصباح بتكون تحذروا من أي خطوة مالية جديدة لا سيما شراء حاجية ثمينة أو مصاريف أو دفعات أو التزامات ممكن تيجي بشكل مربك ممكن تيجيك هدية أو مكافأة مثلا أو هبات أو مساعدات بشكل جيد أما من ساعات الصباح طبعا القمر رح يصير في البيت الثالث فرح تنشطوا في أمور العلاقة بالسفر والانتصالات ممكن يكون لكم شوية تعامل أو تعامل ما ما بينك وبين أخ أو جار بتكثر النشاطات حسب حق الاقتصاصك بتكون لك بعض اللقاءات اليوم يعني ممكن تتحرك بأكثر من انتجاه باستطاعتك الدفاع عن حقك والتعبير بوضوح وصراحة عن موقفك أهم إش أنك ما تتردد بالتحرك أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء على مستوى البيت تقريبا مسيطرة عليها شوي في نوع من أنواع الحدية في بعض الأوقات ولكن يعني مع ساعات الظهر ممكن توتر بالمسألة أو نقاش أو حوار عائلي أو ظهور بعض المسائل العائلية بشكل مفاجئ اللي بتتطلب تدخلك ولكن أهم إشي أنك تضبط أعصابك يعني صحيح الأجواء إيجابية ولكن بدها شوي تحكم أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء على المستوى العاطفي كل ما اقتربنا لساعات الظهر كل ما كانت الأجواء أحسن بتعطيك رغبة للتواصل مع الأحبة أو اتصالات أو تواصل معهم أو اهتمام فيهم أكثر ممكن يصير فيه اهتمام متبادل أو تفكير فيه شيء تجميلي مثلا أو يشيئ له علاقة بأحد الأبناء أو أحد الوالدين أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء ما زالت ضاغطة بسبب الكواكب اللي موجودة في الجدي فعشان هيك بتوترك تحدث بعض المشاكل على مستوى العمل أو توتر أو تقلب أو قلق من شيء له علاقة بالعمل وممكن تعطي شوية اهتمامات للصحة بشكل أكبر خلال هذا اليوم يعني تهتم بصحتك أكثر أو يكون عندك مراجعة أو اهتمامات صحية حاول إذا شعرت بأي شيء غير اعتيادي راجع طبيبك أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء تقريبا على مستوى بيت الشراكة روتيني ما في أي شيء لا إيجابي ولا سلبي خلال هذا اليوم يعني بتتعاملوا بشكل روتيني على حسب طبيعتكم وعلى حسب علاقتكم أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء تقريبا نقدر نحكي إنه فيها بعض الإيجابية لغاية ساعات الصباح على الأموال المشتركة أو أمور مالية معينة أهم إيش إنك ما تجازف في أي مشروع أو فكرة خلال هذا النهار تقدر تخصص اليوم لمطالبات أو لدعم معين أو لقرض معين أو مساعدي معينة أما إنك تبادر بشيء جديد أنا بنصحك لا أما بالنسبة للبيت التاسع اليوم ممكن شوي هيك يكون لك بعض الاتصالات وخصوصا مع ساعات الظهر يعني ترغب باتصالات بعيدة أو تواصل مع أشخاص خارج البلاد أو الاهتمام بمسائل علمية أو بحث معين أو إيش إنه علاقة بالاتصالات يعني بكون لك اهتمام عالي ممكن اليوم يوصلك خبر من خارج البلاد أهم إيش إنك يعني تضبط أعصابك وما في داعي للعصبية وردات الفعل السلبية وخصوصا أثناء التعامل بأمور إلها علاقة بالمؤسسات التعليمية أو أشياء إلها علاقة بأشخاص خارج البلاد أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء تقريبا متقلبة من أورانوس اللي بتراجع على مستوى بيت السمعة فعشان هيك حاول إنك تلتزم تبعد عن المشاكل تبعد عن مخالفة القوانين عشان تحمي سمعتك لأنه أورانوس بجيب أي مشاكل إلها علاقة بتشويه السمعة بشكل مفاجئ فعلينا نحذر بس تحذيرات من بعض الأمور اللي هي مخالفة القوانين والأمور اللي إلها علاقة بإهمال عمل معين أو مشاحنة ما بينك وبين زملائك أو رؤساك بالعمل طبعا هذه مش لكل مولاد يدي برج الأسد جزء منهم هم من كي منهم اللي بتأثروا من هذا الموضوع أما بالنسبة لبيتك 11 فالأجواء تقريبا داعمة على مستوى بيت الأصدقاء فممكن اليوم يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو لقاء أو تواصل ما بينك وبين بعض الأصدقاء أما بالنسبة لبيتك 12 فبتطلب منك اهتمام عالي بإمور إلها علاقة بالعمل إلها علاقة بالصحة حاول أنك تراقب وضعك الصحي بشكل جيد صحيح أنه ما فيه إشي مقلق يعني بما أن الزهر موجودة بتدعمك شوي ولكن برضو بدك تهتم بصحتك تهتم بأمور عملك حاول ما تخلي الأعمال عندك تتراكم رتب الوضع بشكل جيد صحيح فيه ضغوطات ولكن ممكن تجاوزها أن رتبتها بشكل صحيح يعني ممكن أنك تنجز وتحقق أشياء إيجابية وتكون لصالحك برج العذراء يعني بتظل اليوم ثقتكم بأنفسكم كبيرة وبعمكم النشاط مع هيك ما تبادروا بأي عمل جديد بل واصلوا عملكم الاعتيادي ما في داعي للمغامرات ولا للمجازفات نفسيتك صحيح أنها أريح ثقتكم بنفسكم عالية ورح يستمر هذا الوضع وخصوصا أنه الآن الشمس بتتهية يعني بكرة رح تنتقل عندكم عطارة انتقل فالآن بلشت المرحلة الجديدة لإلكم اللي بخلال الفترة القادمة رح تشعروا بتحسن كل ما إجا تاريخ ميلاد شخص فيكم كل ما بلشت سنة الجديدة أما بالنسبة للبيت الثاني فطبعا مع ساعات الصباح لساعات الظاهرة بتعيدوا ضبط ميزانيتكم أهم إيش أنك ما تتهرب من تقديم المساعدة لقريب أو حبيب وما تبالغ بمصاريفك كون معتدل وموضوعي في النقاش والمساومة ممكن تهتم لأمور مالية أو استشفائية أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء تقريبا يعني بتكون نشطة من الآن لغاية ساعات الصباح من ساعات الصباح بصير التركيز على أمور إلها علاقة بالمصاريف والبيت والعمل والصحة السمعة هدول أكثر شغلة رح تتركز عليها الأمور خلال الفترة القادمة فعشان هيك شوي بدك تركز بشكل جيد وإذا كان عندك امتحان أو مقابلة بأرضو بدك تركز بشكل منيح ممكن شوي تهتم ببعض الأمور اللي إلها علاقة بسيارة أو إلها علاقة بتليفونات أو اتصالات أثناء قياتك وحركتك بدك تركز بشكل جيد أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء اليوم رح تنصب على البيت أكثر يعني رح يصير فيه تفكير للعائلة أو للمنزل أو اهتمامات عائلية أو إشي بتعلق في البيت والعائلة ممكن يكون إيجابي ممكن يكون سلبي ممكن خلاف ممكن نقاش ممكن تقلب بالمزاج ممكن مصاريف الزيادة تظهر لك يعني في بعض الاهتمامات الزائدة بدا تكون على هذا الموضوع حاول ترتبها بشكل عقلاني بعيد عن الانفعلات وبعيد عن ردات الفعل العصبية أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء تقريبا يعني بتظلها جيدة شوية العواطف عندك لغاية ساعات الظهر يعني ممكن اهتمامات مش بهالشكل المبالغ فيه يعني ولكن كانت أفضل من الفترة الماضية عاطفيا اليوم مع ساعات الظهر ممكن تهتم أكثر وأكثر في مسائل بتهم أفراد العائلة أو الأحبة أو أحد الأبناء أو أحد الوالدين وممكن يتفكر بخروج معينة لتغيير الجو أو تبعد عن الأضواء يعني بنوع من أنواع الترفيه أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء تقريبا بنقدر نحكي أنه في بعض الاهتمام اليوم على مستوى العمل ممكن يعني يظهر عمل مفاجئ أو تهتم بعمل معين تحاول تنجزه ممكن يكون لك بعض الاهتمامات على المستوى اللي له علاقة بالصحة أو الرقابة الصحية أو الاهتمام بوضع صحي معين أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء تقريبا يعني ما في أي مشاكل تذكر على مستوى بيت الشراكي بالنسبة لك يعني ممكن تهتم ببعض المسائل بشكل عقلاني أو تحلها ولكن إذا عصبت دير بالك من أنك تجرح أو تنتقد أو تأذي شريكك حتى لو أذيت المشاعر فأنتبه من توجيه كلام لاذع في بعض الأوقات وخصوصا للزوج أو الزوجي أما بالنسبة للبيت الثامن فالأمور اليوم تضغط برضو على الأمور المالية ممكن قلق من مسألة إلها علاقة بوضع مالي ولكن من ساعات الصباح بيبلش الأجواء إيجابية أكثر ممكن تهتم فيها أو ترتبها بشكل جدي أو يكون في عندك حل موضوعي لهذا الموضوع أو ممكن مطالبة أو تعزيز وضع معين أهم إشي أنك تبتعد عن الحدية إذا كان إلك فلوس عند أشخاص وبتحاول أنك تحصلها ابتعد عن الألفاظ البديئة أثناء التحصيل وابتعد عن المواجهات أو المشاحنات اللي ممكن توصل لمد اليد أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء جيدة على مستوى الاتصالات ممكن يجيك خبر من خارج البلاد أو اهتمام بمسألة إلها علاقة بشخص خارج البلاد أو اهتمام بإشي إلها علاقة بتنقل مفاجئ أو سفرية بين المدن الكبيرة بشكل مفاجئ أهم إشي أنك تنتبه أثناء القيادة أو إذا كان عندك امتحان أو مناقشة أو مقابلة بدك تركز بشكل جيد أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء على مستوى بيت السمعة جيدة ما في أي مشاكل تقدر تنجز أعمالك وتهتم بصحتك وممكن يكون لك بعض الاهتمام العالي في بعض الزملاء أو زميل أو رئيسك بالعمل أما بالنسبة لبيتك 11 برضو اليوم ممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو لقاء أو عمل اجتماعي أو لقاء اجتماعي أو مجاملة اجتماعية وتحقق من وراها مكاسب أو أشياء تدعم الوضع تاعك ما بينك وبين علاقاتك أما بالنسبة لبيتك 12 فالأجواء برضو تدعم على مستوى بيت المتاعب يعني الشمس بلشت تتحرك باتجاهك يعني بمعنى أنه رح يصير خالي برج الأسد اللي هو بيت المتاعب عندك فهذا شوي رح يعطيك بالفترة القادمة شوية راحات من بعض المسائل ولكن خلال هذا اليوم برضو بدك تهتم بعملك وإنجازه حتى لو عملت ساعات إضافية وبرضو ممكن تهتم ببعض المسائل الصحية اللي بتتعلق فيك أو في أحد الأحبة رأما ما تهمل صحتك راجع طبيبك وبرضو ممكن اليوم تقوم بزيارة مريض أو الإطمئنان على حال أحد الأحبة أو المقربين بيكون مريض أو بعافية برج الميزان بيظل التعب مسيطر عليكم لأنه القمر رح يظل موجود في بيت المتاعب لغاية ساعات الصباح من ساعات الصباح بتنشحن بطاقة إيجابية عالية جدا بتتغير الأجواء بشكل كبير يعني تقريبا الأجواء بتتغير لصالحكم تستعيد حماستك وبتنهمك بإدخال تعديلات أو تغييرات على روتينك أو على مظهرك بتقوى نسبة النجاح عندك وبتشتد عزيمتك وممكن تنقل بالمعطيات من تلقاء ذاتها لصالحك أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء تقريبا الأجواء بتصير إيجابية أكثر على المستوى المالي ممكن يكون لك بعض الاهتمامات في مسائل أو دفعات أو مشتريات أو التزامات أو ترتيب وضع مالي معين الأهم أنك ما تبدأ بمشروع جديد أو بمجازة في مالية وابتعد عن المصاريف لزيادة في خلال هاي الفترة أما بالنسبة للبيت الثالث مع ساعات الصباح تقريبا بتنشط بصير عندك نشاط عالي سرعة بديهة عالية قدرة على الإنجاز بتكون واضحة برضو الحدث عندك بقوى قدرتك على التسويق بتصير ممتازة ممكن تهتم ببعض المسائل اللي إلها علاقة بسيارة أو حوار أو نقاش أو مطالعة أو دراسة أو مناقشة أو دورة معينة تهتم فيها بشكل أكبر وخصوصا مع ساعات الصباح بتزيد هاي الرغبة عندك أهم إشي أنك تركز أثناء قيادتك للسيارة وخصوصا على الشوارع المفتوحة أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء تقريبا بتظل فيها نوع من أنواع الضغط والتوتر في قلق إلها علاقة بالبيت أو بأحد أفراد العائلة أو ممكن خلاف أو نقاش أو استياء من تصرف معين مع ساعات الظهر بزيد هذا الوضع إشوي بدك تكون حذر من أي طارق إلها علاقة في البيت أو شيء مستجد ممكن يعني صحة أحد أفراد العائلة أو موضوع إلو علاقة بأشياء يعني شوي بدها نوع من أنواع الاهتمام أكثر بدها نوع من أنواع التركيز يعني حاول قدر الإمكان تشحن حالك بطاقة إيجابية أكثر أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء العاطفية شوي ممكن اليوم تتعزز عندك وخصوصا كل ما اقتربنا لساعات الصباح بيصير عندك رغبة أكثر للتقرب من الأحبة أو تواصل معاهم أو الاهتمام بمسائلهم ممكن تهتم ببعض الأشياء اللي إلها علاقة بأحد الأبناء أو أحد الوالدين أو التواصل مع الحبيب أو مصالحة يعني على مشكلة أو خلاف كان بالأيام الماضي لأنه كانت الأجواء عندك صعبة فممكن صار شيء معين اليوم تحاول أنك تلطف الأجواء أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء تقريبا على مستوى العمل ما زالت شوي فيها بعض الضغط ممكن ما عندك رغبة لإنجاز بعض الأعمال اليوم أو ممكن يكون لك بعض الاهتمامات اللي إلها علاقة بالوبع الصحي أو التقلبات الصحية اللي بتطلب منك الاهتمام أكثر أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء تقريبا على مستوى بيت الشراكي تقريبا ضاغطة فعشان هيك ما زال التوتر موجود والتقلب بالمزاج موجود فعشان هيك بدك تضبط عصابك قدر الإمكان حاول أنك تبعد عن الخلافات والنقاشات والحوارات ما بينك وبين الشريك ممكن تنزعج من تصرف معين ممكن يكون لك ردة فعل معينة اليوم مع ساعات الظهر تقريبا الأجواء بصير فيها نوع من أنواع الإيجابية ولكن برضو بدك تحذر أنك فتح مواضيع قديمة أو خلاف قديم عشان ما تكبر أو يرجع يتجدد الخلاف هاي الفترة جيدة للمصالحة مش جيدة للخلافات أما بالنسبة للبيت الثامن يعني تقريبا ممكن يكون لك بعض الاهتمامات المالية أهم إش أنك ما تدخل بمشاريع جديدة ممكن تقلق بسبب وضع مالي أو حسابات أو مطالبات أهم إش أنك تحافظوا على أموالكم من السرقة والضياع أو فقدان حاجيات لإلكم خلال هذا النهار أما بالنسبة للبيت التاسع فممكن تنشطوا باتصالات بعيدة أو حوارات مع أشخاص خارج البلاد أو الاهتمام بشيء العلاقة بالنقاشات بالحوارات سياسية دينية فلسفية اللي عنده امتحان أو عنده مقابلة بده يركز بشكل جيد ما تعتمدوا على الحظوظ وبدكوا تنتبهوا أثناء قيادتكم للسيارة على الشوارع المفتوحة وأثناء حركتكم اليومية المعتادة أما بالنسبة للبيت العاشر بيت السمعة جيد وبرضو بعزز أمور إليها علاقة بزملائك أو رؤساك بالعمل وبرضو على مستوى السمعة والدفاع عن السمعة الوضع الاجتماعي جيد برضو بتساعد على أنك تنجز بعض الأعمال المشتركة أما بالنسبة لبيتك 11 فاليوم ممكن تنشط ببعض النشاطات الاجتماعية كزيارة أو مجاملة مثلا أو لقاء بعض الأصدقاء في منكم ممكن يتوجه له دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو لقاء معين بدها بعض الاهتمام بدها بعض الحلول يعني تقريبا أشياء تجمع ما بينكم إذا صار في أي خلاف يجد الحل فورا ما يتخلي الأمور تتفاقم أما بالنسبة لبيتك 12 فالأجواء على مستوى بيت المتاعب يعني ما صارت الآن تضغط شوي شوي لأنه هي عطارد الشمس فعشان هيك بدك تتهيئ لتعطيلات لمشاكل لأمور تتعركس في آخر لحظة أشخاص يخذلوك على مستوى عمل برضو بدك تنتبه لصحتك أو لصحة أحد الأحبة برج العقرب طبعا الأجواء برضو بتدعمك بشكل جيد اليوم لغاية ساعات الصباح ولكن من ساعات الصباح تنتبه لأنه رح تدخل في مرحلة شوي حساسة وصعبة حاول أنك شوي تنتبه لصحتك أكثر لا توقع على عقد ما تبدأ بعمل جديد هاي فترة فارغة من الحظ حاول أنك تحلل الأمور بهدوء ويبتعد عن الضوضاء وما تقرر على شيء عشان ما يخيب أملك وحاذر من البلبلة والالتباسات يعني الأجواء للفترة هاي مش مناسبة لأنه القمر تحرك الآن وصار في بيت المتاعب فعشان هيك بدك تنتبه وكل ما اقتربت لساعات الظهر بتلاقي الأمور يعني زادت حدية أكثر فعشان هيك الوضع النفسي بصير متقلب وبرضو الحدية بتظهر ردات الفعل السلبية بتكون موجودة يعني فيه نوع من أنواع الأعباء أو الثقل عليك بالفترة هاي بدك تكون منتبه لحديث ما القمر يوصل لعندك أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء على مستوى الأمور المالية ممكن إنها تظهر بعض المسائل اللي إلها علاقة يعني بوضعك أو بمصاريفك أو قلق على وضع مالي عدفعات عالتزامات شوي بتكون مربكة بالفترة هاي أهمش إنك ما تجازف الوضع المالي وابتعد عن المصاريف قدر الإمكان وحافظ على أموالك من الصرقة أو ضيع أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء نشطة على مستوى الاتصالات والحوارات والتنقلات لغاية ساعات الصباح من ساعات الصباح شوي الأجواء بتصير حدي وبتظهر عندك العصبية والحدية وردات الفعل شوي بتصير عنيفة وعنيدة برضو فبدك تكون حذر من هاي الردات الفعل اللي بتيجي بشكل مفاجئ ما تتخذ قرارات اليوم وبرضو ما تحاول تدخل بنقاشات حدي إذا كان عندك امتحان أو مقابلة حاول تركز بشكل جيد وما تعتمد على الحضوض نهائيا وانتبه أثناء حركتك وأثناء تنقلاتك بالسيارة أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء على مستوى البيت ما في أي مشاكل تقريبا الأجواء الروتينية بتتعامل فيها بشكل روتيني ممكن اليوم تفكر أنك أنت أساسا تكون في البيت تأخذ قصة من الراحة أو تهتم بمسائل عائلية أو تقارب من أفراد العائلة ممكن تظهر بعض الخلافات أو النقاشات أو الحوارات أو أشياء إلها علاقة بوضع البيت أو إشي أو موضوع بهمك بمسألة إلها علاقة بالبيت حاول أنك ترتبها بشكل جيد زي ما حكينا بدون عصبية وإنفعالات أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء تقريبا اليوم يعني ما فيها هالشيء القوي على المستوى العاطفي بدك شوي التركيز وبدك شوي اهتمامات إن كان بوضعك العاطفي نفسيتك متقلبة شوي ممكن أي موضوع يحزنك أو تتذكر مواقف معينة هيك تسبب لك نوع من أنواع الاكتئاب ممكن تدخل بخلاف أو نقاش مع أحد الأبناء أو أحد الوالدين بدك تكون حذر جدا أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء ما زالت ضاغطة على مستوى العمل على مستوى الصحة بدك تراقب صحتك بشكل جيد ما تخلي الأعمال تتراكم اجتهد بعملية ترتيب الوضع تاعك خصوصا وضع اللي له علاقة بالعمل يعني أحاول أنك تراقب وضعك الصحي برضو لأنه الوضع الصحي مهم بالفترة هاي وخصوصا والقمر في بيت المتاعب أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء تقريبا نقدر نحكي أنها تحمل أنواع من المفاجآت فحاول تضبط أعصابك قدر الإمكان تبعد عن المشاحنات والجدلات والنقاشات مرضو ما تدخل بأي حوار أو تحاول أنك تعالج مسألة ما بينك وبين الزوج بالفترة هاي لأنه الأجواء ما رح تكون لصالحك بالعكس يعني ممكن هاي يتفاقم الأمور وتتعب نفسيتك بشكل أكبر خلي التعامل ما بينكم يكون روتيني بيكون أفضل أما بالنسبة للبيت الثامن فطبعا اهتماماتك بمسائل الأموال المشتركة بتكون روتينية ما فيه أي شيء لا إيجابي ولا سلبي يعني بتتعاملوا على حسب طبيعتكم على مسائل اللي لها علاقة بالأموال المشتركة اللي هي الأموال اللي ما بتعود لك أو الأموال اللي مش موجودة معك موجودة مع غير وبتطالب فيها أنها ترجع لك أو بدعم أو بأمور يعني بترجع لك أنت أما بالنسبة للبيت التاسع فاليوم يعني ما عندك الرغبة الكثيرة للتواصل إلا لأمور مهمة تواصل مع أشخاص خارج البلاد أو الاهتمام بأشخاص مقيمين خارج البلاد أو أجانب ابعد عن النقاشات والحوارات قدر الإمكان ممكن اتصالات اعتيادية أو روتينية ممكن تهتم ببعض المسائل اللي إلها علاقة بامتحان أو إلها علاقة بدراسة أو التحضير لموضوع معين يعني شوي بدك تضبط أعصابك قدر الإمكان ما ترتجل وكون مهيئ ومستعد أما بالنسبة للبيت العاشر يعني الشمس صارت موجودة في بيت السمعة بتعزز تواجدها بتعزز من عملك من علاقتك مع زملائك رؤسائك بالعمل وإنجاز بعض الأمور الضرورية أما بالنسبة لبيتك 11 فالأجواء جيدة برضو على مستوى بيت الأصدقاء فممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو لقاء أو تنشط بأشياء اجتماعية خلال الفترة هاي من اتصال أو زيارات أما بالنسبة لبيت المتاعب فكما ذكرنا أن الفترة هاي ضاغطة حاول أنك أنت شوي تبعد حاول تكون في مكان هادي أفضل لك برج القوس طبعا الأجواء جيدة لغاية ساعات الصباح من ساعات الصباح بصير لك الاهتمام الاجتماعي أكثر رغبة بالتواصل والاتصالات والحوارات واللقاءات بتكون ظاهرة بشكل كبير بالفترة هاي أهم إش أنك تشحن حالك بطاقة إيجابية وبرضو بتشحن حالك بطاقة لإنجاز بعض الأعمال المهمة حاول تنجزها خلال اليومين هدول لأنه زي ما أنت عارف أنه القمر كمان فترة بده ينتقل إذا وصل للعقرب يعني بيت متاعبك فرح يعطل عليك مسائل بالفترة القادمة فبدأك تكون مهيئة وتحاول تنجز كل شيء مهم قبل ما توصل للمرحلة هاي أما بالنسبة للبيت الثاني فرح يكون لك بعض الاهتمامات المالية أو المصاريف أو الالتزامات أو ترتيب وضع مالي معين من ساعات الصباح ممكن تظهر عندك بعض المصاريف اللي إلها علاقة إما بالبيت أو بالعائلة أو استشفائية وبرضو بدك تنتبه لوضعك الصحي شوي لأنه ممكن يتطلب منك مصاريف زيادة وانتبه على فلوسك من السرقة أو الضياع أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء تقريبا يعني بتشحنك بطاقة إيجابية للتحرك والاتصالات والتنقلات عندك قدرة على الإقناع والحوار نشاط عالي جدا حاول بس تضبط أعصابك ما في داعي للعصبية ما في داعي للحدية إذا كان عندك امتحان أو مقابلة بدك تركز بشكل جيد ما ترتجل الأمور يعني بدها تحضير أثناء قيادتك للسيارة وأثناء حركتك انتبه من الإصابات أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء تقريبا منقدر نحكي أنه في بعض الأمور الجيدة اللي لها علاقة بالبيت خلال هذا النهار لغاية ساعات الظهر ولكن من ساعات الظهر ممكن تظهر مسألة عائلية أو نقاش أو حوار أو شيء له علاقة بالعيلة جمعة لمة موضوع معين ينفتح ممكن شوي يخليك طرف في هذا الموضوع أو يستفزك موضوع معين أو ممكن تعصب من مسألة معينة إلى علاقة بالبيت ممكن تكون عطل معين أو خطأ بارتكبه أحد أفراد العائلة أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء المستوى العاطفي ما زال فيها نوع من أنواع الضغط اليوم مش بالضغط الكبير ولكن بظل في نوع من أنواع التوتر حاول تضبط عصابة قدر الإمكان ما تعتمد على الحضوض نهائيا ممكن يكون لك اهتمام بأحد الأبناء أو أحد الوالدين وبرضو ممكن شوي تحاول أنك تتقرب من الحبيب أو تحمل مصالحة أو تلاقي على نقطة معينة أو الاثمينان عليه بطريقة غير مباشرة ولكن ما هذا كله بيصير مع ساعات الصباح لساعات الظهيرة ابتعد عن العصبية فقط لا غير أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء على مستوى العمل تقريبا نقدر نحكي أنه فيها بعض الإيجابية ممكن تحقق بعض الإنجازات خلال هذا النهار أو تهتم ببعض المسائل اللي إلها علاقة بوضع بتعلق بالعمل بالصحة انتبه من التقلبات انتبه من الحدية من التسرع في بعض الأشياء ما تخلي أعمالك تتراكم حاول أنك تتراقب وضعك الصحي برضو بشكل جيد أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء على مستوى بيت الشراكة الروتينية يعني بتتعاملوا ما بينك وبين شركائك أو ما بينك وبين الأزواج بشكل روتيني ما في أي شيء بيخوف إلا على حسب طبيعتكم يعني إذا كانت العلاقة بينكم وبينك وبين الزوج فيها مشاحنات أو خلافات فاليوم طبيعي بدكم فيها خلافات إذا كان جو مسالم وفي حب بينكم فبتحمل مصالحات وبتعزز هذه العلاقة أما بالنسبة لبيتك الثامن فممكن يكون لك بعض الاهتمامات اللي إليها علاقة بوضع مالي معين أو مشروع أو عقد معين أهم إش أنك ما تبادر بأي عمل مالي خلال هذا النهار بدون ما تراجعه وتدرسه وتفكر فيه بشكل كبير ممكن الفترة هيتحمل نوع من أنواع القلق على صحتك أو على صحة أحد الأحبة أو مصاريف إلى علاقة في البيت أو مصاريف استشفائية يعني شوي بدك تركز فيها بشكل جيد أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء ما زالت جيدة وبتدعمك إلى آخر يوم على مستوى بيت الاتصالات لبعيد والتواصل مع أشخاص خارج البلاد يعني ممكن أنك تهتم وتنجز وتحقق بعض الأشياء اللي لها علاقة بالمراسلات أو التواصل يابل ما أنه الشمس تنتقل لأنه فترة تقريبا كان فيها بعض الإيجابيات كان فيها بعض السلبيات على المستوى بيت التاسع ولكن إجمالا هاي الفترة من الفترات اللي ممكن كانت مميزة بدك تنتظر الزهرة الآن لتنتقل اللي تعود وتعطيك أحسن من وجود الشمس إلى أهم إذا عندك امتحان أو مقابلة بدك تركز بشكل جيد وما تعتمد على الحضوض وانتبه أثناء تنقلاتك على الشوارع المفتوحة أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء الروتينية على مستوى بيت السمعة ما في أي قلق العمل المشترك جيد ممكن تحقق إنجازات إن تشاركت مع أشخاص لإنجاز عمل معين أما بالنسبة لبيتك 11 فممكن تنشط ببعض المسائل اللي لها علاقة بعلاقاتك مع الأصدقاء أو دعوة أما بالنسبة لبيت المتاعب ما في أي شيء يذكر بالعكس عندك قدرة لإنجاز كثير من الأمور خلال الفترة هاي وبرضو صحتك جيدة ممكن القلق يكون على صحة أحد الأحبة برج الجدي طبعا الطاقة الإيجابية بيظلها دعميتك لغاية ساعات الصباح بيظل النشاط موجود الرغبة بالتنقلات بالحوارات بالتواصل والاتصالات كلها هاي الأجواء بتظلها إيجابية ودعميتك لغاية ساعات الصباح من ساعات الصباح شوي الأجواء ممكن يصير فيها بعض التقلب أو بيصير فيه أشياء مواضيع معينة شوي تقلقك أو تفكر فيها أكثر يعني ممكن شوي ينصب تفكيرك على أشياء نفسية أو أشياء اجتماعية أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء تقريبا يعني فيها بعض الإيجابية من ساعات الصباح اللي ممكن تفكر في بعض المسائل المالية أو الدفعات أو الالتزامات ممكن تحل مسائل المالية بشكل جيد ممكن تهتم بدفعات معينة أو تحصيل مكاسب تيجي من عمل إضافي أو مستردات أو هبات الأهم أنك أنت تقلل من مصريفك قدر الإمكان تبعد تعد عن المشتريات الغير ضرورية أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء بتدعمك على مستوى تنقلاتك واتصالاتك وحواراتك وعندك قدرة اليوم لتحقيق غاية إلها علاقة بتسويق مثلا أو طرح مشروع أو طرح فكرة معينة ولكن من ساعات الظهر تقريبا بصير الأجواء ضاغطة شوي بصير عندك نوع من العصبية نوع من أنواع الحدية بدك تنتبه ما في داعي أنك توجه كلام لاذع يعني أو تتهور ببعض الألفاظ أو الانتقادات اللي ممكن يعني اللي قبالك ما يتحملها فتدخل بخلافات انتبه من المجازفات وحاول أنك تنتبه أثناء قيادتك للسيارة وأثناء حركتك أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء على مستوى البيت تقريبا فيها نوع من أنواع الحدية اليوم رح تظهر بشكل أكبر ممكن خلاف نقاش انزعاج استياء من تصرف أحد أفراد العائلة ممكن خلاف إلو علاقة بالبيت أو مشكلة إلها علاقة في البيت شوية توترك أو هيك تقلقك حاول تشحن حالك بطاقة إيجابية قدر الإمكان ممكن يعني مصاريف الزيادة إما بيتية أو استشفائية تظهر أو إشي العلاقة بصحة أحد الأحبة أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء المستوى العاطفي تقريبا متقلبة ما زال أورانوس بيأثر بشكل سلبي فعشان هيك ممكن في أي لحظة يصير توتر أو يصير قلق أو يصير مشاحن ما بينك وبين الحبيب أو خلاف ما بينك وبين أحد الأحبة يعني يظهر بشكل مفاجئ بدك تشحن حالك بطاقة إيجابية وتبتعد عن الضغط النفسي قدر الإمكان أو عن المشاحنات وحاول ما تدخل بشؤون غيرك وخصوصا شؤون الحبيب تفرض رأيك عليه أو على أحد الأبناء يعني تتزمت في رأيك وتحاول تدخل في شؤونه فهذا رح يعمل فجه ما بينك وبينه وبرضه ما تدخل بنقاش ما بينك وبين أحد الوالدين أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء تقريبا روتينية بتنجز أعمالك بشكل روتيني واهتمامك بالصحة برضو بشكل روتيني يعني ما فيه أي شيء أو قلق بخوف يعني أي خوفك بالعكس الأمور ماشي بشكل إيجابي أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء داعمة بقوة للمصالحة أو للتقارب أو للتلاقي ما بينك وبين الشركاء ما بينك وبين الزوج أو الزوجة أو ممكن يحمل تلاقي على مسألة معينة أو تترافق على مسألة معينة خلال هذا النهار أما بالنسبة للبيت الثامن فطبعا الأموال المشتركة هي لأكثر شيء ممكن تفكر فيه خلال هذا اليوم أمور إلها علاقة بالقروض أو بالسدود بعض الأموال أو الاهتمام بمسائل إلها علاقة بروتين معين مالي أو ممكن أنك تهتم بأمور إلها علاقة بالميراث أما بالنسبة للبيت التاسع فطبعا القمر موجود لغاية ساعات الظهر في البيت التاسع يعني بتنشط بالاتصالات والحوارات ولكن اللي بده يتقدم لامتحان أو مقابلة لازم يركز بشكل جيد وتهتم بحالك وتنتبه أثناء تنقلاتك من ساعات الصباح طبعا القمر رح يصير في البيت العاشر فهون بتنجحوا في المحافظة على سمعتكم ومصالحكم الإجتماعية ممكن تخضع لعدة تجارب مهمة أهم إش أنك ما تضعف وما تجازف بسمعتك بل قوم بواجباتك على أحسن ما يمكن وقدم أفضل المستطاع الفترة هاي بتحمل نوع من أنواع القلق والتوتر أما بالنسبة لبيتك 11 فاليوم ممكن أنك تنشط ببعض المسائل الإجتماعية أو اللقاءات أو الحوارات أو الزيارات أو المجاملات ممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو للقاء معين بجمع ما بينك وبين الأحبة يعني الأجواء تقريبا فيها نوع من أنواع الإيجابية اللي بتعزز من العلاقة أو بتعزز من علاقاتك الإجتماعية ممكن تبادر أنت بمساعدة أحدهم أو هو يبادر بمساعدتك أما بالنسبة لبيت المتاعب فطبعا ما في أي شيء بخوف بس أهم إش أنك تنجز أعمالك بوقتها ما تخلي أعمالك تتراكم ما في داعي للحدية ما في داعي للعصبية ما تتدخل بشؤون غيرك برضو على مستوى الصحة راقب وضعك الصحي بشكل جيد الفترة هاي ممكن تحمل قلق على صحة أحد الأحبة أو يعني أشياء لها علاقة بزيارة مريض إما في المستشفى أو في فترة علاج وطلعي من المستشفى فتحاول أنك تزوره أو تجامله أو تتصل فيه للإطمئنان على حاله برج الدلو طبعا الأجواء ما زالت ضاغطة ورح تظلها ضاغطة لغاية ساعات الصباح من ساعات الصباح للظاهرة هيك الأجواء بتتحسن بشكل إيجابي بتحسنه شويها يعني تتنفس الصعداء خلال هذا اليوم ممكن أنه شوي تنجز بعض المهام أو يكون عندك خطط لشيء معين أو تظهر لك بعض المسائل الفجائية نفسيتك شوي بتكون مرتاحة أكثر وعندك رغبة لإنجاز بعض الأمور لبعض الأعمال عندك يعني ترتيبات معينة حاول أنك أنت تستغل الفترة هاي الإيجابية لأنه فيها أشياء ممكن تحصلها كان صعب أنك تحصلها بالفترة الماضية وممكن للفترة القادمة شوي يعني برضو ما تتكرر إلا بعد أيام عديدة أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء تقريبا اليوم تحمل نوع من أنواع الإيجابية على المسائل المالية ممكن تحقق بعض الترتيبات أو الإنجازات أو مكاسب من عمل إضافي أو مستردات هبات دعم معين ممكن شوي هيكي تشعر في أنه الأجواء بلشت تستقر أو في طمأنينة في المنظور القريب لبعض المسائل اللي ممكن تكون لصالحك ولكن أهم شيء أنك تبتعد عن المصاريف لزيادة وردت بالوضع المالي بشكل جيد أما بالنسبة للبيت الثالث فطبعا رغم تواجد المريخ طبعا ما بننقول لكم متعصبوش ما بننقول لكم خففوا من حديدك وردات فعلكو ما بننقول لكم أنه يعني شوي الفترة المريخ وجوده بالمكان هذا بضغطك وبيخليكم متسرعين شوي هذا كله الحكي أنا ما بدي أحكي فأنا بدي أحكي لكم أشياء إيجابية اليوم فيعني الأجواء حلوة بتجنن وماشاء الله ماشي الأمور رح تنشطوا في أمور إلا علاقة بالاتصالات والحوارات والتنقلات وممكن يكون لكم تعامل جيد اليوم مع أشخاص يعني لا ترويج لعمل أو لفكرة معينة ولكن بديش أقول لكم ما تعصبوش وما تنفعلوش وحاول أنك تكون يعني دارس لخطواتك ما تتسرع يعني إذا كان عندك امتحان أو مقابلة بدك تستعد بشكل جيد وإذا كان عندك تنقلات بدك تحذر أثناء قيادتك للسيارة وأثناء حركتك من الإصابات أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء تقريبا بتحمل أشياء إلها علاقة بوضع البيت بيجي بشكل مفاجئ خلال هذا النهار أهم إيش أنك تضبط عصاب لا تضبطش عصابك خلي الأمور تمشي على ما هي عشان تولعوا في بعض اليوم إذا ظهرت بعض الخلافات أو النقاشات يعني حاولوا أنه يعني تتحاوروا بطريقة ودية ممكن تظهر بعض الأعطال أو الاهتمامات المنزلية الزائدة أو في شيء أو بشأن عائلي أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء رائعة على المستوى العاطفي كل ما اقتربنا لساعات الظهر بتكون أحسن وأحسن ممكن تحمل لك لقاء أو تواصل ما بينك وبين الحبيب أو حل مشكلة كانت قائمة ما بينك وبين الحبيب أو خلاف أو ردة فعل سلبية اليوم ممكن تحمل الأجواء نوع من أنواع المصالحة أو التقارب ما بينكم أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء تقريبا فيها نوع من أنواع الإيجابية على مستوى أمور إلها علاقة بالعمل أو إلها علاقة بالصحة فممكن اليوم تشعر ببعض الطمأنينة أو أنك إذا كنت مريض تحس أنه بلش تدخل في مراحل التشافي أو الأشياء الصحية اللي بتكون إيجابية أو بوادر لعمل جديد أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء تقريبا ما زال فيها نوع من أنواع الضغط والتوتر على مستوى بيت الشراكة صحيح أنه الشمس بتدعم العلاقة ما بينك وبين الزوج ولكن الفترة الماضي كانت بتحمل نوع من أنواع الخلافات أو النقاشات أو الاستياء من تصرف الزوج أو الزوجة بسبب إما عدم الاحترام أو التصرف المرتجل أما بالنسبة للبيت الثامن طبعا القمر موجود فيه لغاية ساعات الصباح بتكون تتجنبوا أي شراكة مالية وتفحصوا حساباتكم المشتركة وخففوا من النفقات طبعا في ساعات الصباح لساعات الظاهرة القمر رح ينتقل للبيت الساد التاسع بتنشطوا في السفر أو في اتصال بعيد فترة مناسبة لإجراء مقابلة أو اجتياز امتحان جامعي ممكن تبدأوا عمل أو دراسة جديدة بتناقش بقوة وذكاء وتجرؤ وتجرأ على رفض مالة يناسبك لا تخشى شيء بل تق بنفسك أكثر هاي فترة مناسبة لخيض لخوض لخيض من وين أجدت هاي لخوض تجربة جديدة الفترة هاي يعني لبعضكم للبلدان المفتوحة ممكن تحمل لهم بعض الأشياء اللي العلاقة بسفر محتمل أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء تقريبا نقدر نحكي على مستوى بيت الصمعة ما في أي قلق بالعكس الفترة هاي للعمل المشترك جيدة ممكن تدعم وضعك أو تتلاق على مسألة معينة ما بينك وبين شركاك وبرضو بتدعم العمل المشترك بشكل جيد أما بالنسبة لبيتك 11 فممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو لقاء أو تنشط بلقاء الأصدقاء أو مجاملتهم أو أعمال اجتماعية أما بالنسبة لبيت المتاعب فطبعا الجدي لسه ضاغط فعشان هيك بتكون تديروا بالكم من بعض التقلبات اللي بتيجي على مستوى العمل أو ضغوطات على مستوى العمل وبرضو تقلبات مفاجئة على مستوى الوضع الصحي اللي بتيجي بشكل مفاجئ بتكون تهتموا بصحتكم ما تهملوها وبرضو ممكن تكونوا بصحة أحد الأحبة برج الحوت طبعا بما أن القمر موجود مقابلكم مباشرة فهذا الإشي بضغط عليكم وأنه بعزز الأمور اللي إلها علاقة بالشراكة ولكن بضغط عليكم نفسيا وبيخلي طاقتكم ضعيفة بتظل الطاقة ضعيفة لغاية ساعات الصباح من ساعات الصباح بتنشحنه بطاقة إيجابية وبرضو مع تواجد عطارد اللي موجود الآن في البيت السابع بعطيكم شوية نشاط يعني بخفف من الضغط هذا الموجود عليكم فممكن تنجزوا بعض الأشياء المهمة أو التواصل أو طريقة التواصل ما بينكم وبين شركائكم بتكون أفضل وتعزيز العلاقة الزوجية أو يعني إنهاء خلافات أو نقاشات بتكون برضو أفضل أما بالنسبة للبيت الثاني لإلكم بتكون الأجواء تقريبا نقدر نحكي إنه في بعض الاهتمامات المالية مصاريف أو دفعات أو قلق من وضع مالي خلال هذا النهار مع ساعات الظهر تقريبا بتخف هذه الضغطات ممكن تجد حلول أو ترتب وضع مالي بشكل جيد ممكن تهتم ببعض المصاريف اللي إلها علاقة بالبيت إلها علاقة بالعمل إلها علاقة بالصحة أو تهتم ببعض الأشياء الإيجابية أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء تقريبا نقدر نحكي إنها متقلبة مشحونة فعشان هيك حاولوا تبعدوا عن النقاشات والحوارات وإذا عندكوا امتحان أو مقابلة بتكونوا تركزوا بشكل جيد حاول أثناء تنقلاتك بالسيارة أو سيرك على الأقدام أو حركتك بتكون منتبه لأنه الفترة هاي شوي حساسة وبتخلى الواحد مشتت فكريا فممكن يتسبب حادث أو إشي مفاجئ أو ممكن فركشة رجل تضرب في طاولة بتجرح حالك وإنتي مش منتبه أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء على مستوى البيت تقريبا فيها نوع من أنواع الإيجابية كل ما اقتربنا لساعات الظهر كل ما كانت أفضل بتعمل نوع من أنواع التراجع عن قرارات أو اهتمام بمسائل عائلية أو شوي فيه نوع من أنواع الاهتمام بالبيت ممكن تصليحات، ترميمات لقاء عائلي، اجتماع، موضوع، فرحة أي شيء من هذا القبيل يعني الأجواء بتصير أفضل وأحسن كل ما اقتربنا لساعات الظهر أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء إيجابية ودعمة بقوة على المستوى العاطفي خلال هذا النهار يعني بتعزز بعض النقاط بالعاطفي أو بتخليك عاطفي شوي بترغب بالتقرب من الأحبة من أحد الأبناء من أحد الوالدين بتفكر بالخروج أو بنزهة أو بنزوة أو بتغيير جو أو بإشي تجميلي يعني الأجواء فيها نوع من أنواع الدعم الإيجابي اللي بتعزز كثير من الأمور فحاول تستغلها بإيجابيتها لقبل ساعات المغرب أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء تقريبا تدعمك على مستوى العمل على مستوى الصحة صحيح أن الفترة هاي فيها نشطة عندك كثير من الأعمال فأهم إشي أنك تحاول تنجزها ما تخليها تتراكم على أساس أنه ما تتسجل عليك نقاط سلبية أو تصير من العباء أو الأحمال اللي ممكن تقلقك أما بالنسبة للبيت السابع فطبعا القمر موجود في البيت السابع لغاية ساعات الظاهرة فبيتركز اهتمامكم من الآن لغاية الظهر حول تدعيم شراكاتكم أهم إشي أنك تتجنبوا لالتزام اتجاه الطرف الآخر من ساعات الصباح القمر رح ينتقل للبيت الثامن بتنهمكوا في عادة تنظيم أموركم المالية ما تهملوا صحتكم تصبح الأجواء أكثر إيجابية وتجاوبا معاكم ممكن تلاقي أعمالك نوع من أنواع الصدى الإيجابي أو الصدى الطيب أهمش أنك ما تتكاسل بل سارع للعمل دون مماطلة وأعذار الفترة هاي برضو بتحمل نوع من أنواع القلق على صحة أحد الأحبة أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء تقريبا بحكي إعتيادية أو روتينية بالاتصالات البعيدة أو التواصل مع أشخاص خارج البلاد أو حتى على مستوى الامتحانات الجامعية بتطلب منك التركيز والدراسة والتحضير ما ترتجل أي عمل خلال هذا النهار وانتبه أثناء قيادتك للسيارة أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء جيدة على مستوى بيت السمعة بالعكس اليوم العمل المشترك ممكن يحقق نتائج أفضل وبرضو علاقتك ما بينك وبين زملائك ورؤسائك بالعمل ممكن تتوتد اليوم أو يكون لك تعامل ما بينك وبين أحدهم أما بالنسبة لبيتك 11 فالأجواء ما زال فيها نوع من أنواع الضغط ولكن اليوم الضغط هذا مش ضغط سلبي بس ممكن يكون فيه إيجابي فممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو تسعد بلقاء بعض الأصدقاء أو حوار معين أو ممكن أنه يبادر أحد الأصدقاء لمساعدتك في مسألة معينة أو مجاملتك في مسألة ما أما بالنسبة لبيت المتاعب فطبعا الأجواء يعني ما فيها أي مشاكل ولكن الزوايا اللي بيرتبها بيت المتاعب هي اللي بيدها نوع من أنواع الاهتمام فعشان هيك بدك تهتم بصحتك تهتم بعملك ما تخلي الأمور تتراكم عندك بدك تنجز أعمالك على أكمل وجه حاول أنك تراقب صحتك أو صحة أحد الأحبة اللي ممكن تقلق عليها خلال هذا النهار حاول أنك تأخذ قصد كافي من الراحة راقب غذائك بشكل جيد وما في داعي للإنفعال ولا التهور ولا التسرع الفترة هاي بتحمل نوع من أنواع المصاريف اللي إلها علاقة إما بالبيت أو إلها علاقة بالمستشفيات أو بالمسائل الاستشفائية يعني بمعنى آخر بدك تركز على كل الأمور اللي إحنا ذكرناها لغاية ما يوصل القمر لبيتك التاسع الهولى العقرب للأجواء تتحسن بشكل إيجابي وتدعمك بشكل أقوى هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر